أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك مضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثسور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبض ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويمغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مسلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن درتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فيكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت نرغل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآبي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين فقيل يا أرض بلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقنون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آليتنا عن قونك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمودك ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوض وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا بيلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوض إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك فإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لطنسي أبيهم وضاغ بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نود إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بألك بخضع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنغصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط فيا قوم أغفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثم في الأرض مفسدين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجمنكم شقابي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فما قوم لوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود فلقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فما أموا فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الجفت المرفود ذلك من أنباء القرى نغصه عليك منها قائم وحصيد فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آليةهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الغرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حطاء غير مجدوث فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإنا لمغفوهم نصيبهم غير منغوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب فإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنشرون فأقم الصلاة ضرف إن نهار وجلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل بكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فهادك فجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتمكن عليه وما ربك بغافل عما تعمدون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف اليبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فكذلك يجت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أم اضرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيامة الجب يلتقذه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسمه معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيامة الجب وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولكننا صادقين فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فالله المستعان على ما تصفون فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة فالله عليم بما يعملون فشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثباه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما بلغ شده آتيناه حكما وعلما فكذلك نجزي المحسنين فرامدته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همَّت به وهمَّ بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدَّت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسن أو عذاب أليم قال هي رامدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فإن كان قميصه قدَّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدَّ من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شغفَها حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا رُسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيه وَلَقَدْ رَابَتْتُهُ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمْ وَلَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْتَنَنَّ وَلَيْكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّي السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ النَّوَاكٌ مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ فَاسْرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْنُنَّهُ حَتَّى حِينَ فَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا فَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْغَ رَأَسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الدَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةُ مْكَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا ساحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكون الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إني أرى سبع بغرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملوفتني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغانت أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بغرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسبة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رابتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رابت عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم موسيقى 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 نافle ibadetlerimizde düzenlilik ve devamlılık esasıyla icra edilmesi gerekiyor. Değerli seyircilerimiz, beş vakit namazımızı Allah'ın emrettiği şekilde kıyam ile yerine getirmemiz gerekiyor. Ancak bunun haricinde nafile ibadetlerimiz, nafile namazlarımızda da bir başlayıp bir bırakmak yerine devamlı ve düzenli belli ibadetleri yapmaya kendimizi sevk etmemiz gerekiyor. Oruç ibadetimiz de hakeza. Ramazan haricindeki günlerde düzenli olarak Allah Resulü'nün yaptığı gibi pazartesi, perşembe oruçları olabilir. Her ayın belli günlerinde yapılan ibadetler, oruçlar olabilir. Bu şekilde istikamet üzere düzgün bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bir başka istikamet üzere olmamız gereken husus da ahlaktaki istikamettir. Ahlak belki de aslında imandan önce bile gelebilir. Çünkü bazı şeyler yani iman, ibadet birçok insanda yerleşmiş olsa da, düzenli ibadetlerini yapmış olsa da ahlak konusunda aynı istikameti görememekteyiz. Değerli seyircilerimiz, ahlaktaki istikamet, Allah'ın memnun olacağı, razı olacağı davranışlarda daim olmak, Allah-u Teala'nın gazabını celbedecek, Rabbimizin razı olmayacağı amellerden de uzak durmaya çalışmak şeklinde olacaktır. Bu günlük hayatımızda doğru sözlü olmak, sadık olmak, dedikodudan, gıybetten uzak durmak, suizandan, başkasını kötülemekten uzak durmak şeklindeki davranışlarımız bizim ahlaki anlamda istikamet üzere olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca ilimde de istikamet üzere olmamız gerekiyor. Bu da ahlakın bir gereğidir. Nedir o? Var olan herhangi bir akım, herhangi bir gruba dahil olup, bir müddet onlarla devam ettikten sonra başka gruba, başka bir fikir akımına, bir başka fikir akımına kapılarak, her gün yeni bir söylem, her gün farklı bir yolda yalpalamak, bizim istikametimizi de bozacak davranışlardandır. İmanda istikamet, ibadette istikamet, ahlakta istikamet, hepsi birleştiği zaman işte Allah'ın razı olduğu mümin ancak böyle olunacaktır. Değerli kardeşlerim, Müslümanların arasını bozan, Müslümanları birbirine düşüren, Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkartan hususlardan bir çoğu da işte bizim istikametimizi bozan ya da istikametsizliğimizin neticesinde ortaya çıkan hususlardır. Okuduğu üç beş kitap, öğrendiği birkaç ayetle insanların imanına karar verme hakkını, selahiyetini kendinde bulan insanlar, Müslümanların eksiklerinden, yanlışlarından dolayı onları tekfir edip dinden çıkartan insanlar, işte bu istikametsizliklerin örneği olarak zikredilebilir. Sonuç olarak, hayatımızın her anı bir elif gibi, dimdik, dost doğru olmak ile geçmesi gerekiyor. Hani çizgisi olmak, omurgalı davranmak denilen kavramlar da aslında istikamet üzere olmayı ifade eden kelimelerdir. Biz de bu mübarek Ramazan gününde oruçlu ağzımızla Rabbimizden imanı ve istikameti talep etmemiz gerekiyor. Çünkü sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetin veya bu ayetin kardeşi olan Şura suresinde, Fussilet suresinde geçen istikametle ilgili ayetlerin kendisini ihtiyarlattığını ifade ediyor. Dolayısıyla biz de ömrümüzü, gençliğimizi, hayatımızı istikamet üzere yaşamak için adamamız, gayret etmemiz gerekiyor. Bu düşüncelerle tekrar hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cümleten Allah'a emanet olunuz değerli seyirciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.